فيلم أول فيلم شفت في حياتي مثلا أنا تسع سنين كان بتاع بطل اسمه يول براينر كان اسمه تاريس بولبا كان فيلم بقى حصنه و مش حيه وبتاع فتأثرت بالسينما في اليوم ده مع بابايا فبقت السينما جزء من حيتي اتفرج على السينما كتير اتابع السينما كتير بس تظل الكرة حياتنا استلقوا بالفيلسوف يعني ليق بقى على حضرتك بما ان هديك تقول من زمان وانت متابع في كل المجالات يعني حديك كده كده بطبيعة الحال في الكورة واسطورة وصناعة تاريخ كبير هنتكلم عنه بعد شوية لكن كمان حديك تبقى متداخل في الفن وفي الفن بكل اشكال وسواء تمثيل او غنى وعلاقاتك الفنية الكبيرة وده اللي انا بنشوفه دايما حتى بنسمعه دايما في البرنامج في الراديو فلقب الفيلسوف ده بداية حضرتك ولا لأ واصلا بدايته كانت منين لا بدايته كانت زميلي كان زميلي يجيبه ميكي وسامير وانتي تجيبي حاجة قصة مثلا فتيجة تتكلمة تتكلمة باسلوب مختلف المفردات الكلام فبتدت تطلع من الفرقة زودها قوي كابتن يعني خد باله منها سيادة المشيطة انطوي الله يرحمه من ضمن الناس اللي قالوها ده العيدة فيلسوف هو كان زمالكاوي وبعدين جاء كابتن متحد شلبي وكابتن شوبير يعني بقوا خلاص الكلمة الدرجة بتاعتهم ولحد بجي كمان سيفزار فهي كانت منتشرة في الوسط ان انتي بتجيدي فن الحوار عندي مقبول جدا ان انتي تتكلمة في كل جوانب الحياة بشكل مختلف فهمة قوي الكورة بمعناها بالرياضة بمعناها حاولت والله يبقى متطرف زي الناس زول ما عرفتش انا شايف الكورة مكان رياضي اخلاقي جميل بنستمتع بي بالمنافسة عملية التشوية اللي عملها شوية ناس عشان يبقى لهم مصالح انهم يعيشوا وسطينا ما كبروش عندي ما شفتهمش بالعكس حسيت انهم يقللوا الموضوع بعتزب لقب الفيلسوف وابوي كان يتقال عليه فيلسوف فانا كمان لما يتقال عليه فيلسوف الموضوع مدايقنيش خالص